مرحبا بكم في قناة كوركاتي مادة لغة العربية المفيد في حكاياتي للمستوى الأول بجدائي الحكاية التاسعة شادي والعصفور في يوم من أيام الربيح كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية قام شادي بنسة في بستان قريب من بيته وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي تعال إلي وساعدني اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجب من الخوف حمله بين يديه وقال ما بك أيها العصفور الصغير ماذا تريد مني لماذا لا تطير قال العصفور جناحي مجروح يا شادي لا أستطيع أن أطير بجناح واحد خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي أخذ شادي العصفورة إلى البيت نظف الجرحة وضع عليه دواء ولف الجناح بضماد أبيض أحتر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو بقي كوكو أسبوعا في القفص وشادي يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحيه فقال لي شادي لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء فتح شادي ذاب القفص وقال لصديقه كوكو اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك وادع كوكو شادي وقال له ما ألطفك يا صديقي ثم رفرف بجناحيه مصرورة وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء انخفض كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفات مقلوبة على ظهرها اقترب منها فوجدها تحرك أرجلها في الفضاء وهي على وشك السقوط في الهاوية حاول قلبها على بطنها فلم يقدر ارتفع في الفضاء ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهب طمعه إلى الأرض تعاون الجميع وقلبوا السلحفات فأخذت تمشي وقالت للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى أبدا هذه المساعدة التي قدمتمها لي شكرا على المشاهدة إلى اللقاء